أزمة حارة الانتصار للحريات الديمقراطية ثالثا نتائج أزمة حارة الانتصار الحلقة الثامنة والثلاثون من سلسلة التيار الاستقلالي في الجزاء من النشأ إلى غاية 1954 ميلادي ثالثا نتائج أزمة حارة الانتصار في ظل ذات الصراع الطائم بين النصليين والمكازيين واستحالة المصالحة بينهما جاءت المبادرة من طرف جماعة من المناظرين المحيدين حيادا إيجابيا بتاسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل بتاريخ 23 مارس 1954 ميلادي ومن أبرز هؤلاء نجد محمد بوظياف مصطفى بن برعد وبشير دخلي وبوش بوبا كان هدف هذه اللجنة المستجل في اسمها بقوة هو شد صفوف الحزب وإلزامه بالعمل المباشر وحاولت عدد اللجنة الترعيب بين وجهات النظر بين التلتلتين وللتعريف بأهدافها أصدرت اللجنة الصحيفة إعلامية السياسية هي الوطني صدر العدد الأول منها يوم تأسيس اللجنة وشرعت اللجنة الثورية في تجنيد الشباب منذ ماي 1954 ميلادي في كل أنحاء الجزائر وفي السرية التامة وكلف أحمد مهساس بنشأ أفطار اللجنة في أواسط المهاجرين الجزائرين بفرنسا ورغم استمرار العلاقة بين اللجنة المتازية وعضاء اللجنة الثورية إلى أن تطورات الأزمة الداخلية لحاكة الانتصال للحريات الديموراطية وإن سيدت أفط حلها قد دفع بأعضاء اللجنة الثورية إلى صرف نظرهم عن محاولاتهم لحل الأزمة والانتقال إلى مرحلة التحضير لإنتيلات التفاح المسلح وهو ما لم يرضي أعضاء اللجنة المتازية باستثناء مصطفى بن بولعيد والعربي بن مهيدي فانسحب المتازيون من اللجنة بسبب معارضتهم لفترة التفاح المسلح الفوري مبررين موقفهم بأن العمل المسلح لابد أن يسبقه عمل إصلاحي بعدها وجه أعضاء اللجنة الثورية على رأس محمد بوضياث في شهر جوان دعوة إلى قدامة عضاء المنظمة الخاصة تصدى لاجتمال دراسة الوضع وتحديد طريق العمل المسلح ووجهت بالمناسبة دعوة إلى المتازيين للتخلي عن التماطل للعمل المسلح وتسليم أموال الحاطة لشيراء الأسلحة إعدادا للثورة وفي 25 جوال 1954 ميلادي اجتمع العضاء لـ 22 ممن قرروا الانتقال إلى العمل المسلح وقد ترأس الاجتمال الذي عقد بمنزل إلياس دالريش المدينة بالجزائر العاصمة مصطفى بن بوليد بينما قام محمد بوضياث العربي بن مهيدي وديدوش موراد بتقديم تطارير مختلفة عما يجري في الساحة السياسية نادات وتعرض المجتمعون إلى الوضع الذي تمر به الجزائر حينها والمغرب العربي كما تطرر إلى النورة الأساسية وهي موضوع الكفاح المسلح إذ وراء خلاف بين المؤيدين والمترددين وكانت دخل السويداني بجمع فاصلا بين الجانبين حين سأل الحاضرين بتأثر والدموع في عينيه سائلا نعم هل نحن ثوريين؟ ثوريين إذن ماذا ننتظر لنروم بهذه الثورة؟ إذا كنا مخلصين صادقين مع أنفسنا وبعد المناتشات انتخب عظام مجموعة الـ 22 محمد بوضياب بالارتراع السري تمسؤول وطني وتلف بتشري الأمانة تنفيذية تتولى قيادة الحارة الثورية وتطبيق راءات مجموعة الـ 22 وفي اليوم الثاني شكل محمد بوضياب لجنة الخمسة كان أول اجتماع لها في مدينة الجزاء بمنزل المناظر عيسى تاشيدا الواقع بشارع برباروس بالتصبة ومن الطعاة الحاسمة التي خرجت بها لجنة الخمسة في اجتماعها هيكلة وضم العضاء السابقين في المنظمة الخاصة في تنظيم الثوري الجديد واستئناف التكوين العسكي وترثيفه اعتمادا على تتيبات المنظمة التي أعيد طبوها وتذاي قام التربصات التكوينية للمناظرين لصناعة القنابل والمتفجرات قام تم توزيع المهام بين أعضاء اللجنة الخمسية والتعاهد بمواصلة العمل للريادة جماعية حتى لا تتقرر الأخطاء التي أدت إلى انرسام الحزب بسبب النزع الفردية للمسؤولين في القمة طلف دي دوش مراد بمهمة إقناع جماعة منطقة القبائل للانضمام إلى جماعة الـ 22 وبعد عدة اتصالات انضمت منطقة القبائل ممثلة في شخص قيم بالقاسم فسميت اللجنة بلجنة الستة ثم لجنة التسعة بعد انضمام جماعة القاهرة لها التي أسندت لها مهمة الدعاية للثورة في الخيج وتزويدها بالسلاح اجتمع القادة الستة يوم 23 أورتوبر 1954 ميلادي بالرئيس حميد بالعاصمة وبعد بحثهم لمختلف النواحي التي بلغ الإعداد للثورة تحمل مسؤولية إعلام بدأ الشعب الجزائي تفاحه المسلح بالتشاون مع عضاء البحثة الخارجية وطرروا نياتون التاريخ اندلاع الثورة التبرى في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أول نوفمبر 1954 ميلادي والسبب هو وجود عدد تابير من جنود وضباط جيش الاحتلال في عطلة نهاية الأسبوع يليها انشغالهم بالاحتفال بالعيد المسيحي وفيه ولدت جبهة التحرير الوطني وجناحها العسكي الجيش التحرير الوطني فتوحدت بداية جامعة الطرات الثورية الوطنية في الجزائر عاد الميصليين وحزب الشروع الجزائري وتصمت الجزائر إلى خمسة مناطق عينا عليها مسؤولوها ونوابهم وفي 31 أورتوبر أصدرت جبهة التحرير الوطني بيان أول نوفمبر باللغة العربية والفرنسية موجه للمناظلين خاصة والشعب الجزائري عامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد